الذين أنقذوا حياة الغرباء واليوم نتذكر كل هؤلاء وأكثر من ذلك لقد التقينا اليوم واجتماعنا اليوم لأنه من أحد أهم أحداث في حياتنا وأظهر هجوم 11 من سبتمبر كيف نبدأ بشني الحروب ولقد دفع جيل برمته للتقدم للخدمة في العسكر أو ليصبحوا صحفيين ومحامين ومدفعين عن حقوق الإنسان غيرهم تطوعوا للانضمام إلى الجيب وهناك الألاف الذين خدموا في أفغانستان أكثر من ألفين شخص ضحوا بحياتهم في أفغانستان منهم 13 الذين خسروا حياتهم منذ بضعة أسابيع في حين كنا نجل أفغانستان نعرف أن هناك الألاف الذين تضرروا وأصيبوا بجروح نشعر بطواضع أمام التضحية التي قدموا بها للولايات المتحدة ونحن نصل دائماً للمحاربين القدامى وأعرف أن هذه الذكرى بالذات ستكون عاطفية للجميع وستدب فينا الشعور بالفخر وبالألم نعرف أيضاً أن هناك الألاف من الأشخاص الذين ننضموا إلى وزارة الخارجية على أقاب هجوم 11 سبتمبر وأنا أعتقد أننا نفهم جميعاً كما أن العمل سيكون صعباً كم من الحيوي أيضاً أن ننجح في مخططاتنا ولكن نقدر أيضاً كل الذين عملوا على فترات طويلة والذين قدموا خبراتهم والتزاماتهم لهذه الوزارة ولكن منذ اليوم الأول لقد بدأوا بمواجهة التحدي وذلك بكامل التزام حين أنظروا عبر هذه الوزارة اليوم نعرف كيف غير هذا الهجوم فينا وفي سياساتنا ألاف الدبلوماسيين قد خدموا في العراق وفي دول أخرى وذلك دعماً للحرب ضد القاعدة والتنظيمات الهرابية الأخرى وهناك الألاف الذين خدموا في بعض المناطق وفي وحدات لم نكن قد أنشأناها من قبل منها وحدات مكافحة الإرهاب نعرف أن جميع العاملين في هذه الوزارة قد أدوا دوراً لمحاولة منع حدوث أي حدث يشبهه الهجوم الحادي عشر من سبتمبر وهذا فخر نستمر فيه اليوم ونعرف أن هناك الكثيرون الذين قدموا حياتهم من أجل هذا العمل واليوم نقدرهم ونحييهم أيضاً جزء من عملنا وجزء من مهمتنا كدبلوماسيين هي محاولة التفكير كيفية التعامل مع بقية العالم وطرح بعض الأسئلة البسيطة هل نحن نعمل على جعل هذه الدولة أكثر أماناً وأكثر سلامة هل نعمل على تطوير مصالحنا هل نحن نعيش بحسب قيامنا هل نركز كثيراً على التهديدات الخارجية أو بعض التهديدات وليس غيرها هل نعمل على خسارة بعض الفرص طرحنا هذه الأسئلة حينها واليوم نملك مسؤولية الاستمرار بترحي هذه الأسئلة وذلك لتصدي للتحديد بشكل أكثر فعالية اليوم ولمحاولة رؤية ماذا ينتظرنا في المستقبل ولنحاول بذل الجهي المزيد لمساعدة الشعب الأمريكي كنت جزءاً من الفريق الذي كان هناك خلال هذا الهجوم أو ما إذا انضممت إلى هذه الوزارة بعدها ما نملكه جميعاً من قواص مشتركة هي أننا نشعر بأن هناك دعوة لمحاولة تحقيق ما هو محق تجاه الشعب الأمريكي ومحاولة تسهيل حياتهم وجعلها أكثر زهاراً وأكثر سلامة وأفضل كما نريد أن نعمل مع بقية العالم بطريقة تسمح لنا بتسهيل حياتهم وتسهيل حياتنا وتسهيل حياة الجميع مهما خدمنا ومهما كانت التحديات أو الأزمات أمامنا لقد اخترنا الدبلوماسية كأداتنا لجعل هذا العالم أفضل عليك أن تكون أقل عشرين عاماً لكي تتمكن من التسجيل في أحدى الفحوصات للانضمام إلى هذه الوزارة إذن من الغد أول متطوع ولد بعد الحادي عشر من سبتندر سيبدأ مسيرته المهنية في وزارة الخارجية وأنا تطلع قدماً للالتقاء بهم وأنا أعرف أنهم سيجعلون هذه الوزارة أكثر تنوعاً وأفضل وقدرة على التصدي لتحديات زماننا بالاستماع إلى كل العاملين والموظفين الحكوميين وغيرهم الذين خدموا بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر سمعت إليهم يقولون أنه مهما كانت صعبة اللحظات الأولى والأيام الأولى بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر كانوا يشعرون أنهم قادرين على إحداث تخيير وهذا يعود إلى ما قاله السيد كريس وأنا أعتقد أن الجميع شعر بأنه غير قادر على إحداث تخيير ولكن بعد ذلك عازمتنا التي تشملنا جميعاً سمحت لنا ببدء بذل هذه الجهود ونحن جميعاً في هذا المجتمع قد دفعنا لإجراء هذه التخييرات نقدر جميعاً أننا كنا في مكان يسمح لنا بالقيام بشيء ما كنا نملك وضائف حيث بإمكاننا مساعدة الشعب الأمريكي ودولتنا بطريقة مباشرة آنية ومستقبلية وممتدة وهذا امتياز لنا وهذا امتياز نقدره جميعاً في هذه الوزارة بالتالي في هذا اليوم بالذات نتذكر هذا الامتياز بالإضافة إلى المسؤولية التي تنطوئ عليها شكراً جزيلاً لإصغاليكم